بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين والسلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أبيه وأصحابه المرسلين ونلتقل النهاردة في لقاء مهم جدا جدا بالنسباتكم وبالنسباتنا واليوم دا بيعتبر يوم تاريخي لازم تبقى أنتوا عارفينه ففروض تبقى أنتوا عارفينها لأن النهاردة انت بتنتقل لمرحلة جديدة خالص أنت لغاية دلوقتي ما ننضرش نقول لكم حاجة لأن انت ما حلفتش اليمين قانون المحمد كده وقانون المحمد أول شرط فيه حلف اليمين يعني اللي بيحلفش اليمين يبقى كده باطر ونحن نجيبه كلام ده في المتحانات المعهة لانتوا عارفينه كلام ده نجيبه سؤال مستقل أن شرط حلف اليمين اللي ما بيحلفش بيأخذ عادة ونقامل على طول يسقط قيد فالموضوع ما السهل لأن حلف اليمين ده هو أول وآخر منهج بيتمشى عليه حلف اليمين مش احنا بنقول بنحلف وخلاص لأ بنحلف ايه ده بنحلف نص ديئة لكن ده معاك عمرك ده معاك عمرك كله معاك المحمد كلها معاك رسالة المحمد طول معاك خيد الحياة فإحنا بنبقى القسم بتاعنا هو اليمين بتاعنا في موضوع ما السهل لا ده كل كلمة في القسم لها مدلول كل كلمة بتتناول كل أمور المحمد في قانون المحمد في الأواح قانون المحمد كل الأمور الخاصة بمهلة المحمد والمحمين وكل حياة المحمين وأسر المحمين وكل علاقاتك بالدولة كلها قول المحمد قول المحمد هو كل حاج قول المحمد زي قبل السلطة القضائية قبل السلطة القضائية ما عارفينه يعني هتعرفوه ده زي قبل أبل أكتر من قبل السلطة القضائية لأن السلطة القضائية بتخص بالسادة الأدار وإحنا قانون المحمد خاص بالسادة الاعترامين العظماء المحامين. عشان اني بعارفين الكلام كويس اولا. لازم تبقى هي كده انت عايب كده. وهي اصلا كده. وغير كده ما تنفعش. خالص. احنا بنتعامل على اننا كيان مستقبل. بنقول المحاماة دي. يعني الانبل رسالة في العالم كله هي المحاماة. اعظم شخصية في العالم ومارس بلدنا بقى نخر هي المحاماة. لان المحامي بيتفرج بما لا يتفرج به غيره. المحامي لوحده. المحامي شخصيتك صفتك كيانك كل ده آآ المحاماة. فانت لما تيجي النهاردة تعتسب نفسك اوه عشانك محاماة. طب انت بتنفرد على الناس ليه المجتمع. اه بتنفرد على المجتمع. لان انا كمحامي انا بعمل اللي غيري ما يقدرش يعمله. بتفرج بما ليس بما ليس آآ يفعله غيري كمحامي. وده انت هتعرفه هتحس انك انت فعلا محامي عظيم جدا. محامي فاهم. محامي عالم. محامي اديب. محامي مونتك. محامي مخرج. محامي مصور. محامي عارض. يا محاماة كيت. فاذا الشخصية دي. الشخصية مراها شخصية متفردة. الواقع بيقول كيتا. والواقع اللي بيزبط كيتا. واحنا كمحامي كل يوم ده منامي كيتا. بالنسبة لوجودك في محيط المجتمع اللي انت فيه بشخصيتك. احنا بنيجي المحامي خلي بالك انت اخضر من السلطة القضائج. انت اخضر من الغاضي. خلي بالك. لانك انت حتتحسب الاول. لازم تبقى فاهم. ولقد يوم في الجنة وقدر من النار. احنا واحنا كده في مكان. بس في مكان بنبقى في عليين. او العكس. او العكس. لانك انت انت احد اعمدة العدالة. المحامي. المحامي زي ما بقولنا المحامي بيبدأ الدعوة ونهيها. طب ازاي بقى? محكمة. احنا اللي بنيمتقى الدعوة ونهيها. احنا لو بنيمتقى الدعوة من ساعة ما تبتأ الجلسة. من ساعة ما المحكمة تقول لحاجة انت. الروي. بيبدأ الروي. من اللي بيبدأ? حضرتك. وحضرتك. محامي. حضر مع المنتهى. حضر مع المنتهى بالحق المدني. حضر مع المدعي. كل ده. انت اللي بيبدأ به دعوة. سواء كانت دعوة مدنية دعوة مستهنف او جنايات او كده. هو ده. المحامي. فايزا لما تيجي تقول المحامي اه المحامي هو احد اعمدة الاعدادة الاساسية. خلي بيبدأ. احنا من غيرنا ما يتبهاش فيه. لا اجراء. ولا موضوع. ولا حد. اه? فعلشان كده احنا بنتعامل من المنطلق ده. قانون. القانون قال كده. قانون ادانا كده. والقانون ادانا. ادانا. ادانا المحكمة سلطة تخدرية. مش كده. كده. انت بقى كمحامي اللي بتختار الدليل اللي هتقدمه بالمحكمة. عكس. الادلة المقدمة والسلطة التحيط ايا كان انا اعنى. صح? مش فيهم نكون. اقاتل لسه. ما حدش انا حقول علي نفسها البسيطة. انت لما تيجي القضية بتبدأ ازاي? ايه القضية بتبدأ؟ بيمكن منه الطرف مثلا مهدر في الشرطة يروى على المركز المستشفى. المستشفى تعمل تقرير. تقرير يجي على المركز تادي ويركع بالمركز على النيابة. النيابة تحقق يعني حسب الوقع. وبعد كده بتبتأ النيابة تعمل ايه تحيل القضايا لمحكم تكونها. طبعا انتوا اكيد عارفين ان الستاذ محمد كالك عوض المركز للنقابة العامة. عن دائرة السلوط بس هو عن الجمهورية كلها لانه متخب عن الجمهورية كلها. وشخصية محترمة جدا جدا. وانا يعني انا عايز لما اوصف بوصف حكا يعني بسيطة اولا. لانه هو اه شخصيته. وقواه. شكرا. اه 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 حارس جدا على العامة العامة. وحارس جدا على شباب المهمين. واحنا كلنا كلنا كلام مجلس لقابة عامة بالنقيب العام. الفصار حديث مع الله. اه كلنا يعني ايه? كلنا منتظرين اليوم تا. وكلنا جايين النهارة على جان نحتفل بيكو. ونحتفل بيكو. وتتخربوا النهارة ان شاء الله. فده اللي ايه اللي احنا بنبقى حالسين عليه. ده بقى انا عارفنا هي. خلاص. طب القضية بقى لما تكون جنيه وتتحال. الاجراءات بتبقى بلاخ. عن وقت قتل رسل او سرقة ايه كالنوع الفاك المجرب يعني. والبت شرطة بتربط. مثلا ضبط. ضبطت متهمين. ما ضبطتش هربو. متحاليات. ما عرفش ايه. المهم من الانتعليات. النيابة بتحقق في القضية كلها. النيابة بتحقق في القضية بتجيب كل قضية اللي تنسمون. اللي هي خاصة بالقضية محل التحييييين. اي وكال إن ده شغل ايه. النيابة العامة. وبعد النيابة من عاما بتتحقق لقضية ولكن اغضية الخلص التحيييين. عضية خلص بشيب ارحان التحيييين. التحيييين خلص والنيابة العامة عملت تايمة وأدلا وانسجوط ربعتها ياه لوحاية العام عشانيه. اغاية العام قارね العام قارد قضية النيابة الكلاه القضية. لقيت التحقيقات ومستوفاة. فيه? يحيلة على نياب المحكمة الاستقناة المختصة. علشان تحديد المحكمة الجنائية اللي هي عتمسل القضية دي. خلصنا. هنا بقى هنيجي في نية المحامة. هنيجي احنا بقى قضية هتتحالي المحكمة. آآ طبعا المواكرين او التهمين بيوكيلوا هنوه بيوكيل محامي او محامي حسب حسب الواقع اللي هو موجود بالدفرة. خلينا بقى نوصل للمحكمة. خلينا نوصل لإيه? للمحكمة. لما تيجي توصل للمحكمة مفترض انت معاك النسخة بتاعت القضية اللي المحكمة بتنصرها. انت معاك نسخة والمحكمة معا نسخة والميرة معا نسخة. انت بتبدأ دورك من الاوم البقى. بتبدأ دورك من الاوم. في دعوة مرفوعة في النيابة. قديمت سموت النيابة قدمها. آآ دليل قوم ودليل ماتي ودليل فني وكله. النيابة استفد وحالة المحكمة. جي يقول الجلسة حضرتك بتبقى دي دور. والنيابة لها دور. والمحكمة لها دور. انا دوري. اترافح. اترافح. النيابة دورها حقايت. وممكن تترافح في الجلسة بارده. وممكن يطلب من المحكمة. المحكمة تقول طلبات النيابة ايه? يقول يترافح او يقول طلبات النيابة تنفيق مواتج النيابة. تنفيق مواتج الاتهام الوريدة بقامر الاحالة. خلالك دي دور. النيابة حقايت بقى. والمتابعة خلاص بطالب تنفيق مواتج الاتهام. حسب مواتج التام موجود ايه? اه دار البعضة. اه حلل الموضي ايا كان. هنا بقى الدور بتاع المحامل الدور الاصل. اللي هو الجوهاني. اللي هيغير وجه الرأي في الدعوة. تخيل? دور الجوهاني اللي هيغير وجه الرأي في الدعوة. ركز معايا دي دي. ماشي? انتخذت القضية بتاعتك. حضرت اول جالسة. طلبت المحكمة تأجيل لشهود الاسبات. محكمة جريمتها بشهود الاسبات. اه وقاتت يوم الجالسة بقى اللي انت. انت هتعمل ايه بقى انت كمحامل? هتعمل ايه? كمحامل. بتبدأ بتقضي القضية من الجيل تلتك. من اول ورقة اتكتب. لغاية اخر ورقة. ايه كات. بتبدأ تقراها وتعيشها. تقراها هالي بالك. مش تقراها رائي. تقراها وتعيشها. زي ما احنا عاشي كده. احنا بتتكلم ولا ورقة ولا قلب ولا ايه حقا. ماشي? يبقى انت تتعايش الوقع عشان تبدأ قدام المحكمة طعم الدفاع المتهم اللي انت موكل ليه? عرض موضوعي. انت تعيشته. وانت اللي رجحته. وانت اللي عددته. طيب. وهطعم ده على المحكمة. انت عندك قدلة سجود لاننا بنقوله قدلة السجود بتاعيش نحلى الدفاع بقى. منحطر قدلة السجود. النيابة مقدمة قدلة سجود. النيابة مقدمة قدلة سجود بالإدانة. بتطالب بتطبيق اقصر عقوبة على المنتهة. بتطالب باعدامه. احنا بنتطلب ببراطة. نطيط. نطيط كده. دفاع بيطلب البرارة. والخصب والنيابة بتطفق الزاقرون. انت لما تجي تقريب بقى دفاعك. هتقري دفاعك. منوافع ادلة. موضوعية. وفنية. انت انتهيت لها. وانت بتتعايش بالواقع. وحددت. التكييف القانوني من وجه يتنظر عدرتك ايه بقى? التكييف القانوني اللي تنظر عدرتك? انه ايه? مش طرب اه اه. انت عادة مع سبك لصحوة الترصد والاقترام ومعرفش ايه? والحالة المفتي ده. انت بتقول انت. التكييف القانوني اللي بتثبيته في معدر جالسة. انت بتثبيته في معدر جالسة. تيجي في الجالسة وتقول والحاضر مع المتهم. طلبه تغيير القيد من وصف. من الواقع اه المفتي او الاعدام. الى ضرب افضل الى موت. تعددت اطرافه. واستحالت الرؤية. لان الرؤية كانت غير واضحة واستحيل تعديد شخص محدث الاصابة التي اودت بحيات المتهمة. المجنة عليها. المجنون ماشي. والرؤية كانت غير واضحة. ما يقدرش يعدد نوع السلاح. ومن باب اولى المخصوف ايه? والمسافة كانت بينه وبين المجنة. المجنة عليها الدليل. ماشي. هنا بقى هنقدم الدليل على كده. خلاص. انت قدمت الكدوة الوصف. والمحكمة بتقول السكترين اكتب يد. والدفاع طلبة كذا كذا. وملاتوا التكهيل في القانوني اللي هبردك هتترافع عليه. هنا انت قدمت بقى الادلة دي. فهنا منقدم هنا ادلة ايه? على عدم انت جد فيها. بتقدم ادلة على عدم صحة الاتهام المقدم به المنتهم. والمقدمة من النيابة العامة. طيب. طيب النيابة العامة فيه ادلة مكتوبة. الناس اتساءلوا. كل واحد اتشاهدته. تقريب طبيب الشارعي. تقريب المعمل الجناعي. كل دي ادلة مكتوبة. ده تحقيق. انت بقى ما عنداش ادلة مكتوبة. انت عندك هنا. اللي انت مليته في الجلسة. واللي انت بقى هتعرضه. هتقرد كل الادلة دي. للمحكمة. وفي نفس الوقت بتأكد عدم صحة الاتهام. وفي نفس الوقت انت بتقول عدم صحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة. انت قدمت ده. وشرحت. شرحت كل الادلة اللي عندك. وهي ده بقى انت بتشرح. مش مش ورع مكتوبة. لا. النيابة مقدمة ده دي المكتوب. تحقيق قبصويت ورد. انت عرضت ده كله من فكرك. من علمك. من كل مسائل المعرفة. من قريتك. من قريتك للواقع انت بتقراها. مش بتقرأ لسانك. لا. ده انت بتتعاشي الواقع وكل جوارحك الموجود. كلها. لان اول اكيد. انت بتتكلم نسان. لا. انا بتتكلم بكل جوارحك اللي ربنا اخذ. كل شو ما انا بتتكلم بسي ما انا بتتكلمه. بتتكلم ومدعية وهنا. بتعايش معاك. المحكمة بتتعايش معاك. بتتأثر. وقدان المحكمة بتغير. ماشي. يبقى هنا الدفاع بيغير الواجه الرجل الدعوة. يبقى فيه اعظم المحامل? فيه? فيه اعظم المحامل? فيش? هو البطل. فيش اعظم المحامل? هو الاول. هو اللي يبدأ هو اللي بينهي. هو العالمي. هو المفكر. هو الممتع. هو القديم. هو يبدأ بقى ايه? عشان هنف اليمين. اه اعزم بقى. اللي انا قولته ده كله خلي بالك. يتعلق بيكو انتم. يتعلق بالمحامل. بالشخصية المحامل. خلي بالك. احنا اساس عندنا. على فكرة. اول اول شرط النسبة المحامل. الاتزال. الصمت. خلي بالك. الصمت. احنا كلنا انا بيتكلم كثير. بس قبل كده لازم تصغط. الصمت ده مهم جدا جدا لانك بيخليك تعيش مع نفسك. وانت قاعد في الجالسة دمائما بيتفكر. ودانك بيتحرك. مشاعرك ولا بتتحرك. ليه? بتتحرك وبتتكلم معك ومحاك تسامح. بتقاعد بتتكلم مع نفسك مع حاك تسامحك. بتتكلم مع نفسك. عايش قضيتك اللي انت عطراح فيها. وابتبقاعد حد ولم تسالح. لأ. انت بسالح. انت بتتكلم مع نفسك. انت بتستعرض. حول انت بغداز الاول. ولا التاني. ولا عليك ده بيه? ولا هتأجل عشان نعمل ايه? ده. ده محمد. انما اتكلامه انا لا. نفيش. لو قاعد ده بيجي هون. فعلشان كده شرط بالشروط اللي هنا في بالنسبة للمحاك. الامر الاخر الاخلاق. الاخلاق دي هي ربنا سبحانه وتعالى فرض بالنسبة لنا. فرض بالنسبة لنا. ليه? لأن الاخلاق دي ربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا محمد وقالوا ان نكل على خرق عظيم. ده ده معكم فاكرين ولا مش عايشين ولا ايه بالزبط? ده الحياة. ده دي الحياة اللي احنا عايشين بيها. خلي بالك. لما سيدنا لما نحق سبحانه وتعالى وان سيدنا محمد وقالوا ان نكل على خرق عظيم. ما كانش رسالة نزد. احنا كنا في زمن الجاهلية. ما كانش بيقرأ. خالص. يعني اذا الاخلاق عبد العلم. الاخلاق عبد العلم. ده ربنا سبحانه وتعالى اللي فرق كان. والفرق اللي متعادة ربنا ده نخاصيش في الكلام. خالص. ده الزور الحياة اللي عالمش علينا. يبقى اذا الاخلاق هي اساس الحياة. واحنا تحديدا ده. الاخلاق بتبقى زايدة عندنا شواشا. مش بيسا تهيدي. زايد. اه. اخلاق زايدة عندنا. عن كل حاجة في الوقتال. احنا. تبقى الاخلاق زايدة عندنا. وده تبقى ونحارزين عليها كواسي قوي. ليه? لان اذا ربنا سبحانه وتعالى. اه. بديك كل حاجات غيبيات. انت معي. وهنا بتقبل داخل شهر. لا. لا تبضوش اكل شهر. لو ليه باتش. بس بنالك بب. بيجيلك ايه بقى? الرزي بتاع ربنا. الغيبي. الغيبي. ربنا سبحانه وتعالى. ويهزوكم اني جاء بغيب لدي سيادة. يعني انت بيجيلك رزق بيخفط عليك على مكتبك او على بيتك كده. ويقولك قوم تنايم. تعالى انا فلان الفلان. انت ليك عندي باقي الادعاب اللي انت حضرت فيها القضية. وخذلك يا راعة. شو? شو بيجيبك منين. بيصحيح بالنور. ويديك. رزق. هو اللي بعدولك ربنا سبحانه بها. هو اللي بعدولك ربنا. مش حد تان. فعلشان كده لازم نبقى حرسين امري على ان احنا لازم نبقى على خلق العصر. فده مهل. وبعدين في حاجة يعني. يعني انت انت مشوف الشهر يقول ايه? لا تحسب لنا العلم. العلم انتو بتعلمين. القانون. ينفع وانه لازم. وانت لقى روحنا في الجامعة واشنطفنا وانسهرنا لكل. بقى بطر حفاظنا القلب. بس لا تحسب لنا العلم انفع وحدها. انفع. انفع. ليه? شاء بقى ما لم يتوك ربه بخلق. اه? والمال ان لم تكتنفه شمائل تعليه. كان مضية اخلاق. اني لتطرب من خلال كريمة. طرب الغريب بأوبة وطلاق. وتغزني ذكرى المرؤة والندى بين الشمائل في السادة المشتة. فاذا قد ملعب اللي جاي. فاذا رزقت خليقات محمودة فقد استفاك مقزة والغرصة. نعم. ففحنا يعني ايه? خلاص بقى احنا انا دخلنا في مجال المعامات. دخلنا في مجال العلماء. دخلنا في مجال الفقه. الفقهاء. ليه? لان كنت بتبدأ من النهاردة بقى حياة جديدة خالص. انت زي ما احنا بنقول كده وزي انا بنتحامل. فعلشان كده عايز اقول حاجة قبل من حاجة اليمين. انت هتبدأ حياة جديدة. هتبدأ مسئول مسئولية كاملة. هنطبق عليه القانون المحامات. انت خارج من الباب من الباب القاع المهامات. هنقول لك يا استاذ. بنص القانون ده القانون بيقول كده وعلى جال كده اللبس ده مش لبس ده موضوع ده صفة ده موضوعية انت كده الاستاذ مش يا الاستاذ لانا ما بيقول حاجة حد ولا حد او استاذ لكن لا ده الاستاذ بتاعتك لها معنى الاستاذ بتاع حضرتك لها مضمون مش مش اي عاجة جدي وده مش طارق اي بقى ان العلاقات بتاعتنا تبقى علاقات محترفة لده انك انت قبل ما تكلم الكلمة لاحز انك هتبقى مسؤولة عنها لانك انت النهاردة اصبح هيتطبق عليه القانون المعاهم وبالتالي هيتطبق عليه الجميع القائم ماشي النهاردة لازم تبقى التعالج وحن تجيل محترمة جيل جديد شخصيات محترمة ماشي احنا بتشوف الوبون بردو يعني ايه بردو كده بس يعني ايه الاغلبية كل بقى كده الناس محترمة وبعد المجموعة بتبشر بالخير وبعدد احنا بقى الاهم حاجة في النقابة انا عايزين نعدكم لجيل المستقبل نعدكم البكرة لان انتم اللي هتملوا المسيرة والرسالة بكرة لان انتم هايبقى مسؤول عنكم جمعية العمالة وحامل مصر هايبقى انتم المسؤولين عن مصر انتم مسؤولين عن مصر لانكم رجال القانون اللي انتم اللي انتم بتبقوا مسؤولين عن كل مؤسسات الدولة في البلد لانكم لا اتبقوا المحاملين مسؤولين مسؤولين يا كامل عن كل مؤسسات الدولة اللي موجودة في مصر ليه؟ لان كل مؤسسة كل شركة كل دي لها منصر قانون ادارة قانونية ادارة قانونية وانت بقى وانت بقى ايه مقيدة عندنا في نقطة المحركة. بس انت مسؤول عن ادارة قانونية في الشركة. ادارة قانونية في الوزارة. ادارة قانونية في الناس الكمولوجيك كده. بيبقى دورك مهم جدا كده. انت لما تعمل تقريب في اتفاعية من دولة ومصر. وانت ايه انت توافق على المقترعات وترافق او توافق على المشروع اللي بقدمها الدولتين وتوافق وتقول ايه ده صح. وبعد انت عادتك ما نقشت ووافقت عليه الدولتين يجتمعوا ويبقى ونوافق على المعهد. تخيلوا. تخيلوا. لو انت قلت لا عبس جاد. طيب احنا مش هديها من حال. مش هبقى فيه اتفاعية. مش هبقى فيه معهدة. ايه. هي ده يا ربا. هو ده القانون. هو ده انتوا. نحن بقى اليمين تضطروا. خلي بقى اليمين ده بقى اليمين اللي حد في حياتك حيبقى طالع من وجدانك. من كل مشاعرك. بديه لان هو ده اللي هانتش عليها. هو ده اللي كل كلمة هنسمعها بسوقتي يبقى اه. هي دي المحامات وهي دي. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحامات بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحامات وتقاليدها وأن أحافظ على سر مهنة المحامات وتقاليدها وأن أحترم التسطور والقانون وفقين وأرفوه